وحول نصر أكتوبر العظيم خلينا نروح سريعا لمكتبة الأسكندرية مكتبة الأسكندرية نظمة ندوة حضرها اللواء وسامة مندوه أحد أبطال حرب أكتوبر ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق خلال هذه الندوة تم مناقشة كتابه خلف خطوط العدو واللي بيحكي فيه عن ذكرياته عن معركة المصر خلينا نشوف تحت عنوان انتصار الإرادة المصرية خلف خطوط العدو نظم مركز المؤتمرات مكتبة أسكندرية لقاء مع اللواء وسامة مندوه أحد أبطال حرب أكتوبر وده عشان يناقش كتابه خلف خطوط العدو واللي بيحكي فيه ذكرياته عن دوره في معركة النصر طبعاً حرب أكتوبر دي حدث تاريخي هام جداً من الأحداث التاريخية المهمة جداً اللي مصر أكادت فيه للعالم كله أنها قوية جيشها قوية عندها تاريخ عندها حضارة أنها لا تقبل الظلم ولا تقبل العدوان وأكادت أيضاً بعد حرب أكتوبر أنها عندها قدر أيضاً عنها أن تصنع السلام وأن تستمر في السلام وطبعاً حرب أكتوبر بهذا المعنى مهم جداً أننا نتذكرها بعد 49 سنة يعني نحن داخلينا على السنة الخمسين الجيل الحديث من الجيل الشباب الصغير دلوقتي ما شفش الحرب بس يجب أن نقدمها له ويجب أن نقدم له ناس من اللي شاركوا في الحرب وأكدوا وعملوا بطولات حقيقية وإحنا النهاردة بنحتفي مع اللي هو أسامة المندور من خلال كتابه اللي عمله عن خلف العدو وهو كان ليه خبرة عظيمة في حرب أكتوبر يعني رحل سينة قبل الحرب وجهز للمسرح العمليات واشترك فيها حاجات كتير جداً كتاب خلف قطوط العدو بيحكي واحدة من قصص البطولات في حرب أكتوبر المجيدة والتي تمركزت فيها مجموعة استطلاع مصرية خلف قطوط العدو في قلب تجمعته وده في وسط سيناء وعلى بعد 100 كم شرق قناة السويس كتاب خلف قطوط العدو زي ما بقول لحضرتك ده صلع لكل زمان ومكان يعني يعني لو ليه لأنه لأنه بيحكي بطولة والكتاب مليان من مواقف الإنسانية الكتاب يتضمن إزاي إحنا عبرنا إزاي كانت حرب الاتنزاف هي البيئة اللي من خلالها قدرك جيش المصري يحضر لمصر أكتوبر العظيمة هي البيئة اللي ساعدت بحل تلاصم وألغاس العبور العظيمة العبور في أكتوبر 73 كان مؤجزة مؤجزة بمعنى الكلمة أنت النهاردة لما تبقي قدام أكبر مانع على مر التاريخ والمانع المحمي بخط برليف الحصين نقاط قوية نبيل نبال وطيران احتياطيات قريبة طيران اللي هو اليد الطولة بيحمي وتستطيع أن تعبري القناة بخمس فرق وعلى مواجهة مية وستين كيلو متر وخلال ست ساعات تدمري الخط رقم ستة ده رقم مهم جدا إسرائيل بحرب الأيام الستة قدت ستة احنا في ست ساعات عبرنا القناة ودمرنا خط برليف احنا في ست سنين استعادنا آخر حابة رامل من أرض طابة مجموعة متنوعة من الكتابات قدرت أنها تكشف براعة التخطيط المصري في حرب أكتوبر المجيدة وده من خلال إلقاء الضوء على شجاعة أبطال قوات المسلحة في تنفيذ مهمهم بدقة أثناء الحرب جرمين إبراهيم صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة